عقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة لدوري لناقاد السالس من الفصل التشريعي السالس بمقر الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي عدل العسومي ناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المرفوعة من اجتماعات اللجان التحضيرية للبرلمان ومن بينها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربية كما نقشت موضوعات الملف الاقتصادي كمشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية إلى جانب مناقشات مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التدعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي اشتركوا في القناة